اشتركوا في القناة اجماعة خلاص؟ لو انا شفت فار في الحلم ده معنى ايه؟ هقولك يا رادو زي ما اتفقنا احنا دايما مش هنقيص على الرمز احنا بنياخد منه الحاجات الشائعة بس بيبقى له مدلولات تانية حسب حال الرائي واتفقنا ان اي رمزية بيبقى لها الحلو وبيبقى لها الوحش اول ما هبدأ بالحاجة الحلوة للفار الحاجة الكويسة الاجابية المحمودة للفار الناس هتستغرب جدا جدا ايه مدلوله في المنم الفار يا رادو لما لاقي مش فار واحد الاقي مجموعة فرين جوه بيتي ده معنى ان انا في رزق جايلي اه شفت بقى انت استغربتش اه ليه بقى يا رادو علشان دايما الفرين مش بتبقى موجودة ولا تعبس الا بالاماكن اللي فيها الطعام فعلشان كده وجوده في البيت معنى وجود الرزق ان شاء الله يأتي الى المنزل اه لو مجموعة فرين خرجت ده فيه مال هيتصرف مني وهيتزيع لو مجموعة خرجت من البيت لانت زي ما اتفقنا الفار بيتواجد في الاماكن اللي بيكثر فيها الطعام دي حاجة عايزة اقولك بقى رؤية الفار الواحد يا رادو واحد بس واشوفه معي في المنم وبقى عرف انه فار مذكر علشان فيه ناس بتبقى عارفة في المنم ان ده فار مذكر او مؤنس تقولك فارة شفت فارة الفار في المنم وانا مقبل على مشروع على طول اصرف نظر عن المشروع ده لان انا كده بشارك حد حرامي على طول فار الفار بالزبط كده اول ما الاقي كده على طول هو انسان فاصق حتى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الفويسقة فعلشان كده هو انسان فاصق ما ينفعش ان انا اشاركه في حاجة معينة لذلك لما حد بيجي يقولي شفت فار فابتدي اقول بقى دخلين مشاريع جديدة مقبلين على حاجة فيها رزق جديد طب فيها شراكة نصرف نظر تمام دي حاجة الراجل اللي هو بيبقى مقبل على الزواج ويبتدي يقولك ان استخارت فشفت فارة تمام في السرير شفت فارة في الشقة شفت فارة في قضة النوم يصرف نظر لانها انسانة يعني لا نحسبها على خير فيصرف نظر فورا عن تفسير عن ارتباطه بال الساتدي كذلك الانسة لما تشوف الفار وهي مقبلة زي ما اتفقنا حال الرأي مهم جدا عندي في المنام الانسة شافت فار ومقدمة على خطوة فيها خطبة تصرف نظر على طول عن الموضوع لانه انسان مش كويس طيب الحاجة التانية والاخيرة ابنا اتقر على التليفونات والرسائل الخيانة خيانة الزوك خيانة الصاحب خيانة الصديقة خيانة الناس اللي تشتغل معايا الخيانة الخيانة عايز اقولك يا ردو احنا عندنا دايما في المنامات حاجة اسمها المنامات المعكوسة يعني تشوفيها يحصل عكسها دي مش زي ما بتشوفيها وتقولي بقى اقل انا منها الخيانة من المنامات دي كمان رؤية الموت على فكرة يا ردو يعني اللي يشوف نفسه في المنام بيموت ده بيبقى بركة في العمر مش بتبقى حاجة وحشة اه بيبقى عمر طويل عايز اقولك ان الخيانة معناها خيانة الزوج بقى للزوجة اول حاجة بنسألها بس يا ردوة في موضوع الخيانة ده نسألها نقولها انت بتغيري شوية على جوزك انت شوية يعني واخد بالك منه قوي منتصرفاته ومركزة معي انقلت قوي بقى ده حديث نفس على طول وحاجة كده جواها بتدور وبتدور في عقلها دي حاجة الحاجة التانية لما اشوف انا لا مش انا عادية جدا بغيرة على جوزي باعتدال وعيد جدا لغيرة الطبيعية بتاعتنا وشايفت جوزها بيخونها ده معناه ان هو مخلص لها مش حد هيخونها بل بالعكس هنا الرؤية بتبقى عكسية كمان يجيني سؤالي يا ردو يقولك هلمت ان جوزي بيتجوز علي كذا حد يقولك انا شوفت جوزي بيتجوز علي وده برضو احنا هنحطه تحت باب الخيانة فعايزة اقولك زواج الزوج في المنام لغاية اتنين تلاتة اربعة محمود جدا في المنام يعني اتنين تلاتة اربعة الصبح اصدق لا 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 اتنين تلاتة اربعة ستات اتني اي جوست اتنين تلاتة اربعة لغاية اللي هو المسموح بالشارع داخل المنام هنا شوفتو بيتجوز تلات ستات شوفتو بيتجوز اربعة ستات زيادة عن كده بيبقى غير محمود لكن معينا زواج الرجل في المنام معناه انه يعني هيبقى عنده القدرة انه يتحمل مقا لان الرجل ما يعرفش يفتح بيتين في وقته سمالنا عليك يا نطاقتيها ايوة كده طب عفت التليفويات لو اسدازها سمالها سمعت هقيتلك محمود بزبط طب معي هاجر ازاك يا هاجر يا هاجر الحمد لله ازاك انت يا روحي انا كمان بحبك جدا 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 وليليا جوجو عندك ايه عندي حلم كده دايما بحلمه ان انا ببقى قدام الملايه وبقى بحط ميكب اغدر بتحطي ميكب اغدر او اوكي في كل وشك تقصدي ولا حاجر في عيني بس في عينيها بس اه تمام يا حبيت حاضر تمام بص يا رضو بيبقى عندها بعض الامور اللي محتاجة منها دايما لما اعمل مكياج بشكل عيم ليه عني في امور قدامي هتتطبح هدبان بشكل كويس وكمان كون انه يبقى اخضر فدي حاجة كويسة جدا اه معناها ان الامور هتاخد معي شكل كويس وهتتطبح قدامي والمكياج عماتا بشكل عيم تصبيت للامور الحلقة الجاية ان شاء الله يعني لو انتي معني كيش مشاكل عشان الست دي بتجيلنا من سهاج الحلقة الجاية عزينا عمالها حلة ألوان خلاص التفاق اوكي اوكي انا حلقة الفكرة على الهوة طيب عندنا بنوتة بتقولك يا سيتي انا حلمت بوجه الرسول عليها عبدالسلات والسلام بس النور اللي كان في وجهه جامد قوي ما شاء الله الله اكبر زي كشاف ومحتوط في وشي ما شاء الله ما كانتش بينا بسبب النور الكبير وانا عزباء ما شاء الله ولقوة تأيلا بالله انا عايزة اقولك يا رضوة ان النبي صلى الله عليه وسلم من رأى فقد رأى حقا فهي شافت النبي صلى الله عليه طبعا ده حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح فعايزة اقولك يعني يا بختها يا بختها هي يعني انها شافت رؤية مثل هذه الرؤية اولا هي ان شاء الله بإذن الله هتبشر في بعض الأمور الشخصية هتكون إن شاء الله بإذن الله تعالى مستجابة الدعوة إن شاء الله بإذن الله تشرب شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم وحوض الكوسر بإذن الله تعالى إن شاء الله يا رب كلنا وإن شاء الله إن شاء الله هتحجب إن شاء الله أنا حلمت كذا مرة إني بقرأ قرآن ساعات أعرف أقرأ ساعات لأ بتاعته مرة حلمت إن بابا المتوفي قال لي اقرأ إلي القرآن ومسكت المصحف وقعدت جنبه وقرأت بتاعتها مش عارف أقرأ كويس آه تمام بصي يا ردوة طبعا أنا عايز أقولك تفسير المنام أولا كون إنها تتلعثم في قراءة القرآن الكريم هي محتاجة إنها تجعل لها ورد من القرآن الكريم بشكل يومي ده الرسالة اللي موجودة داخل المنام رسالة المتوفى في إنه يقولها تعالي وقرأي جنبي أو يقرأي لي القرآن فهو المتوفى طالب يعني عايز أقولك طالب ده بصي يا ردوة نسمع رسالة المتوفى ونعملها طالما لا يتخلي في الشريعة الإسلامية طالما مش بيقول لي اقتلي وقاطع ثلاث رحم وكلام ده كله اختلف طبعا يعني هو والدة طالع لها في الحلم عشان يقولها إن انتي تبتدي اقري لي بقى اقري لي لا اقري لي قرآن بالضبط كده تقرأ القرآن وتحيبوا إلي بس يبقى لها ورد برضو يومي في الجزء الأولين من القرآن الكريم أم إسلام نزيك يا فندم نزيك يا حبيبتي نزيك يا روحم الحمد لله يا حبيبتي رب العالمي كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلب ربنا يا ساعدك قلب ربنا يخليك يا حبيبي ولي عندنا قاعدين نفسر عندي يا حلم هي صحبتي يعني جزها لسه متوفي لسه يعني النهاردة أول إسبوع لي فهو طبعا توفى وكان مصالي الفجر وبعد كده طبعا ابنه ما كانش عايز يروح المدرسة توفى هو مصالي الفجر آه بعد مصالي الفجر في الحقيقة آه فطبعا ابنه ما كانش طبعا عايز يروح المدرسة فحلم به وهو نيم إنه هو زي نور بيصحي وبيقول له قوم علشان أوديك المدرسة فبيقول لها ماما كنت ماشي كما إن نور ماشي جنبي ودخلوا المدرسة وده له ورق أو ألم وقال له اكتب في ده في نفس اليوم مرة تعمه برضو حلمت إنه هو قاعد لابس أبيض فبيض وسط الناس كتير قوي لابسين أبيض وبيتحكوا فبتقول له مش هتيجي تقعد معنا شوية قال لها لأ أنا قاعد خلاص كده مع صحابي فبتقول له صحابي قال لها هم دول دول اللي أنا قاعد معي هم فأنا مش هتيجي تاني في نفس اليوم يعني حاضر ربنا يبرك لكم شكرا أعيز أعرف ابنها عمره قد إيه مسلم أنا معايك حبيبتي هو في تاني عدد تاني عدد طعب يا حبيبي حاضر حالة في حبيبتي طبعا المنام هنا مطابق لجزء من الواقع يا رضو هم كانش راضي يروح المدرسة فطبعا تعلق الحدث الصعب جدا وإحنا اتفقنا أن العقل البطن بيحتفظ بالأحداث الصعبة بردو فطبعا لما الحدث خلاص بقى تعلق في ذهنه شايفه مترجم في صورة منامه أنه بابا بيأخده بيوديه المدرسة حبيبي الطبيعي أنه هو هيشوف مثل هذه المنامات لتعلقه الشديد بولده ولكن التانية بقى هي الرؤية ولها تفسير يعني ما شاء الله ولقوة إلا بالله يعني زوجها نحسبها على خير بإذن الله تعالى هو مع الصالحين قاعد لابسة أبيض والله يا عام وبيقولها دول صحابي فهم دول إن شاء الله بإذن الله تعالى الصالحين إن شاء الله بإذن الله نحسبه كذلك حين أنت إني بسرح في شعري وبعدين فردته بقى طويل خالص وشكله كان جميل أوي وحلمت حلم تاني أن فيه واحدة جات رامد في وشي تعبين وكان لونه أزرق بحلم بالتعبين كتير يا ردو الجزء الأوليني أو المنام الأوليني يا ردو ده واضح أنها بنتعلشان هيكنا مقبلة على زواج بإذن الله طول الشعر الشعر هو التاج بالضبط كده وبالتالي هو الزوج فده ارتباط بالنسبة للجزء الثاني من المنام اللي هي واحدة رامد في وشي يعني هترتبط هترتبط أوه إن شاء الله أين شاء الله إيه ده تبشر حلم عديس كويس ها عديس كويس كده وحالو كده وأمر كده وطول بعرضه وإخلاقه كويسة ونختبره يعني بضائف الجزء الثاني من المنام أو المنام التاني يا ردو ده بيشير إلى أن فيه واحدة إذا كانت تعرفها تبتزي تحتاط بقى منها شوي على الأرجح كمان لو هي ما تعرفهش يا ردوة هيبقى في حد هيظهر عدوته وجهاً لوجه لأنه يراملت التعبان في وشهاها بالضبط فهتبقى العدوة وجهاً لوجه وهيبقى حد من المقربين علشان لونه الأزرق علشان لونه الأزرق هناخد الألوان كلها إن شاء الله خلاص إحنا حرقنا الفكرة من سوى لو خلاص ماما حلمت إنها دخلت البيت لقيت واحدة ست قاعدة بس هي ما تعرفش الست دي والست دي ديت لها طبق مليان بيد مسلوق بيد مسلوق أرجو التفسير هي دخلت لقيت مامتها تاني ماما هي اللي حلمت مامتها هي اللي حلمت تمام إنها دخلت البيت لقيت واحدة ست قاعدة بس هي ما تعرفش الست دي مامتها ما تعرفش الست دي والست دي ديت لها طبق مليان بيد مسلوق أرجو التفسير لأ تطلع شكلك إنسي مش مبسوطة ببنى عروش لان كده خليتك تعيدين من امتنين يا ردو عشان اتأكد ايه بقى فهو شوية هموم ومشاكل فيعني تطلع صدقة وربنا يصرف عنها المكروه يا رب معي يا مالك ازاك يا ردو ازاك يا مالوكي بحبك قوي ولك ما بحبك قوي عملي يا مالوكي انا تمام الحمد لله اولي يا مالوكي عندنا حلم ايه انا عندي كنت حلمت حلم كان عندنا اربع فرن اربع فرن كنت حلم ولا اربع فرن في الحلم مامتهم وطرات عيال لا لا مالوكي اربع فرن في الحقيقة ولا اربع فرن في الحلم في الحلم في الحلم اوكي اه فدلوقتي ماما شافتهم قالت لبابا وماما قتلت اثنين قتلت الام وعين من عيالها قتلت الام وعينها وانبقى اثنين في البيت وكان قاعدة بنت عميتي كايت معنا في البيت وبنت عميتي كايت معنا في البيت طيب حاضر يا حبيب قلبي حاضر يا مالوكي زي ما اتفقنا لسه اول ان الفرنكوية هتبقى كده مجموعة هيبقى رزق بس تكون ان ماما قتلت قتلت منهم جوز بروفاليك شفت حنافسك يا عزل بعد جيدة حنافسك ولي عزل بالله بحلم بتعبين على طول في بيتنا بتجري ورايا كل احلام بتكون وحشة بتكون عبارقة على اني خايفة وحاجة بتجي ورايا وصوتي مش طالة على اختلاف الحاجات دي عبيبتي تستعيز من الشيطان لان ده حلم من الشيطان لا اكثر ولا احلام بسيبت حلم كتير اه اه عادي جدا ما هو لزق بقى في دماغها فمش هتبطل هادلوقتي عارفت التفسير هيقل لي معيها الموضوع اوكي ردو واحدة صاحبتي حامد ان انا وهي بنشتري فستين جديدة وقالت لي ان انا لبست فستين وكان جميل علي وهي اشترت فستين بس ما لبستهوش في الحل تمام هي اللي لبست الفستين بقى هي اللي هترتبط قبل صاحبتها التانية هيتقدم خاطب في نفس الوقت بس مش هيتم الموضوع مش هيكتمل هي اللي لبست الفستين اللي لبست هتكتمل هيكتمل والتانية وهتتخطب قبل صاحبتها وتتم الخطوبة وفي نفس التوقيت كده هتلاقي التانية جالها حد بس الموضوع مش هيكمل حال ردو انا حاجات دي ملاحش علاقة باسمي حاجات بتحصل معي مش عارفة افسرها مثلا لو قادم احد بحيث ان الحوار بيتكرر مرتين دي حاجة اسمها ديجافو او في ناس توليها ديجافو في فرانش وانجلش في ديجافو في ديجافو يقال يقال انه احنا بنشوف حياتنا واحنا في بطنهم منا ويقال انه فيه زمن موازي الى الزمن بتحصل فيه نفس الاحداث ويقال انه لها تفسير علمي انه ساعات الانسان لما بيحصل موقف قدامنا شان انا قادت الزيكر شوية قبل كده في الموضوع ده لما بيحصل موقف قدامنا العقل بيستوعب قبل لا العين بتستوعب قبل العقل فعبال ما انت عينك بتطل وبتصوف وعبال ما يترجم انه ده احمر فانت بتحس ان انت شفتيها مرتين ولها كثير من التفسيرات لكن فكرة انا بشوف مرتين ده بيتقال عليه بالفرانش وانجلش ديجافو ديجافو طيب اه ما دكي ما زيك يا ردو زيك عسل ممكن نبيز نيفل التلفزيون انا قفل التلفزيون اهو انا سمعني ازا انا بحضك اول يا ردو على فكرة بتجيلي بوسا بقى كده بوسا 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 طائرة بسرعة انا والله بس مستدامنا بوسا هادي بوسا قبل ما افسرلك الحلم انا عايزة بوسا يلا قوليلي عايزة بقى نفسر ايه طيب دي حاببتي بوسي انا بنودة ولسه مش متجوزة وحلمت كده ان انا ركبة خيل ومشي بيه وجنبي السائز بتاع الخيل هو مسك السلسلة بتاعته ومشي بيه بس فانا بس محتاجة اعرف ايه تفسير الخيل او ايه تفسير الحلم ده بالنسبالي يعني انا عرفت التفسير بس مش هقوله اتفضل يا حاضر يا ماي يا حاضر عايزة اقولك يا ردو انها ركبة الخيل هو اه شخص خطب وهيبقى له كمان مواصفات انه حد هيبقى ايه زي ما بنقول كده يعني متواهف بعض الامور اه اه انا كنت عارف طريقتي بس ماي برامو متواهف بعض يعني انت هتبقي مسيطرة يعني طيب حلمت مرة كده من فترة طويلة ان في حد اعوذ بالله بيتبحني بالسكينة في القبط اوه حد ما عرفوش غالبا انك مش فهمة معناه ايه كان من فترة كده ما تقررش تاني بس بحس اوقات كتير يعني بحلم احلام وحشة بناء على حالتي النفسية اه تمام عايزة تفسير لا طبعا رؤية الزبح هنا لها تأويل لكن بقي الحاجات اللي هي ممكن تبقى بتشوفها وبترعبها وهي حاسة انها من الضغوط النفسية تبقى ضغوط نفسية لكن الزبح هنا هيقع عليها ظلم من حد معين حبابتي هي رؤية الموتة في الاحلام تفسيرها ايه اصلا احلمت ان كان اه اه في واحدة جارتنا هي اصلا ميتة جارتها هي اصلا ميتة بس جتلعها في الحلم ارجو رد علام ما هو احنا لازم كنا نعرف الجره لما جتلعها في المانيم كان ايه وضع المانيم قالت لها ايه في حاجات معينة لازم نعرفها مع المانيم طيب ذاك يا ردوة انا صاحبتي حلمت ان انا وهي خدنا درس اه في المدرسة واحنا مروحين العامل كان بيكنس المدرسة وقال لنا انا تعبان تعالوا كنسوا معايا وكنسنا معايا عايزة اقول لك يا ردوة هما الاثنين هيتحطوا في تجربة هتعلمهم يعني درس درس تمام يا خراشي بعدها هتتضبطوا الامور هما الاثنين هيخدوا تجربة مع بعض وهيتلعوا درس بالفعل ولكن الامور بعدها هتتضبط لانهم هما رايحين بأي كنسوا بينظف حلمت ابني نايم تحت العربية يا حبيبي والعربية مشت منفقية بس ما قازتوش تمام وبعد كده ابنها برضو وقع في حفرة انا مستقصدين وفي الحلم شيف تستقصدين بحقيم وانا كنت مش عارفة انقذ بنتي ولا ابني انا مش روحة اللي كانت في حتة تانية وقفة ولا اروح عليه انقذه قادل اتنين عندها فيه مشكلة او طبيب ولا اي حاجة احنا سابقوا تكلمني يا ردوة عن احلام الغريزة والفطرة وهي دي غريزة الامومة من شدة خفنا على ابنائنا فبنشوف ابننا وقع ابننا غير عربية لقدر الله الحاجات دي لنلقي لها بيلا وما نقلقش ابدا منها الحمد لله يا نونة مساخي لنا دا مساء النور ازايك الحمد لله ازايك يا ردو ازايك انت يا حبيبتي الحمد لله يا حبيبتي قولي لي عايزة انفسر ايه يا حبيبي سريعا كده هم حلمين حلمين انا متجوزة وحامل حلم انا حلمت ان جوزي عظمي على اكلة سمك كان فيه سمكة كبيرة على الجريل بس كبيرة وسمك صغير بس مش صغير قوي يعني سمكة الوحدة اطول من ايدي شوية في الحلم ها سمكة كبيرة على الجريل وسمك صغير مش صغير قوي الوحدة اطول من ايدينا شوية يعني اطول من كافة الايب ماشي وجنباري انا كانت من سمكة صغير كان عجلني جدا كانت من الجنباري حتى بقول له في الحلم الله الجنباري ده طعمه حلوة قوي انا قمت المفروض ان انا قمت على عدن الفجر وبقول انا هصليه بس رجعت يعني حصل مرتين انا بقول هاقوم هاقوم لحد ما فوق التلات فعلا الفجر بيضن وانا قرية دي هاقوم اصليه الحلم كان بين البالي عادي بس وانا بصلي حتى زي مكون في حاجة جوية بتقولي ان ده لي علاقة بحملك حلم تناير حنا حاضر طبية حبيبي والتاني التاني حلمت ان حماية جاب لي اكلة حمام بس الحمامة كبيرة ايه نادا وانتي بتنامي جعنة ولا ايه نادا ايه نادا الاحلام كلها اكل يا ماما او كانت حمامة او حمام كذا حمامة بس الحمامة صغيرة الحمامة كبيرة حمامة كبيرة حمامة كبيرة وانا باختغلهم وكان يعني كان عاجبنا جدا جدا قوي وعطا شكور ومرسعهم وتعيش حتى الحمامة الواحدة في الحلم شبه البطة الصغيرة تحتيها محشية كبيرة غريبة علي اوكي حاضر نادا سيبي سيبي ارقامك بقى في الكنترول عشان تعزميني على اكلة حمامة عندكم ماشي نادا نادا اخدتوا نادا خلاص مني اخدتوا نادا طيب بص يا ردوة في الغلب هي هترزق ببنوتة لان سمكة تمام ومحطوطها على الجريل يعني بتجهز تمام السمكة اللي بتجهز دي على الجريل دي المفروض انها بنوتة كمان شايفت حمامة يعني بصي لسه كنا بتنكلم اول كلام ان فيه ناس بتبقى عارف ان الحجة مؤنثة او مذكرة فهي جاي بتتكلم دلوقتي بتقولك حمامة وكانت كبيرة فهي ان شاء الله باذن الله حملها هيتم على خير باذن واحد احد وترزق ببنوتة جميلة ان شاء الله الله اكبر طيب بلاقي شعري في الحلم يطول فجأة هو اساسا شعرها وصير بس نعم جميل بكون فرحانة اكيد هايزة شعرها يطول لا بشكل شعري فجأة لقيت نفسي قفة قدام بتجهز لحلقة اللي بالله ومولى على عيوني اللي فيها كلها طيب بص يا ردوة هي مرتبطة بحد والحد كويس جدا على فكرة يا اما هترتبط يا اما ده وقع بالفعل يا اما هيقع بالفعل بس هي هيبقى عندها شوية عيوب يا ردوة هي اللي هتفتعل بها المشاكل فتحاول انها لما تدخل في علاقة تبقى لطيفة في طعا لان هي مولا على البوتاجاز كله شغالة شغالة تتبعيش بقى ردوش شبيني كم يوم اول الفترة دي عشان اهلين ردوة زوج خالتي حلم باني جاييني عريس ويشتغل كابتن طيار حربي واسيب وشكله حال ديته محاطة كده ديته محاطة كل ديته محاطة كل البنات واخلاقه عالية وطلع الفرح لكن الشخص اعمى وراجل خالتي استغرب اني انا وفقت عليه اه اه كده فرقت احنا لزيلك بنوض نسمع المناملي الاخر يا ردو ما نحكمش علي من الاول لا كده كون انه اعمى هو في حد هيتقدم لها بس تتحرق وتستخير لانه هيتقدم لها حد لا يتقى الله اوبا طيب اذاك يا ردوة انا اول مرة اتكلم معاكي طب ياسمين اوليلي عندنا حلم ايه حبيبي انا بالوقتي كنت قعدة على مكان عائلي قوي وكان حوالي اطفال كنت عادة انا وبنت خانتي وهي مطلقة وانا مش متجوزة وكان الامر كبير قوي درجة انها قريب بالدم من وشي وانا انا ممكن المسه اوكي حاضر عايز اقولك يا ردوة يعني ما شاء الله المنام بتاعها منام يشير الى الارتباط علشان ارتباط اه ايه منام هو هو الاحلام من اردك وانا ام المؤمنين صفية رضي الله عنها وارضاها رأت رؤية قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم حين القمر عندما سقط في حجر السيدة صفية رضي الله عنها وارضاها فتزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم فالقمر بيشير بالنسبة للبنت العزباء للارتباط اما للمتزوجين احيانا لانتك مطلقة بانت خلتها مطلقة لا بس كان قريب من وش الرائعة وهي اللي كانت هتلمسه اه فهيبقى خاصة بالرائعة طب اطفال ولا اي حاجة هي بس عندي الامر واناك كده ان يعني قريب قول ان انتو مركزين النهاردة في فكرة ان انا هتجوز اتجوز وانا معاكو اي حاجة احنا مع بعض وحلم الدنيا ما فيش موضوع يعنى طيب اه 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 اول مرة اكل معاك وكان نفسي اكلمك اوي انا حلمت ان انا باكل سمك ما شوي اه وكانت تحته فيه كلمة يا رب وبعدها بيمين حلمت ان انا بصلي تمام بصتي يا ردوة السمك الناس كلها تقولي سمك تقولك ريز مش كل حاجة كده يا جماعة السمك المشوي احزان شوية هموم وشوية مشاكل ويأتي ان شاء الله ويعقوبها الفرج بالدعاء بإذن الله تعال عشان كلمة يا رب بإذن الله طب حقيقة عمي تقولي ردوة ردوة طب ما أنا سمعيك على فكرة ردوة معي ردوة ردوة بتكلم ردوة ايوة ازاك ردوة نجيبي مواسة باعة ردوة حبيب يا ردوة انت سعمل ايوة يا اسمك ردوة كده ايوة يا ردوة دي دي الأمر بجت انا بحبك والله ربنا يسعيدك ربنا يسعيدك الطاقة دي ايوة انا كمان بحبك يا ردوة طب وليل يا رورو عندنا ايه عايزين نفسر بسي حبيبتي انا مخطوبة يعني بالضبط من يوم حداشر 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 انا حلمت اول امبارح ان انا الخطوبة بتتعاد تاني بنفس الفستان اللي انا كنت لابسها كان لونه مور بس العريس شكله متغير خالص وكل لما ادخل باب الشقة بتاعنا الخطوبة كانت في البيت الاقي قفص فيها عصافير قفص فيها عصافير قفص فيها عصافير وفي بنات واقفين قدام القوضة بتاعت اللي انا اصلا في الحقيقة خرجت منها الاقي البنات عملين يحدثوا علي عصافير فقال يعني انا لسه نايمة بس حلمت ان انا قمت من نوم وبحك الماما فببصت لقيت العصفورين دول داخلين علي واحد ابيض وواحد ازرق مسيكت الاتنين وقمت حطاهم في القفص وكنت فرحان وصير ردوهم قوي وبقول لها ايه دا دا حلم اتحقق غيرتي العريس يا ردوة في الحلم يا ردو لا 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 حسن انتسمك ردوة على حلم حادر بس يسكلوا غيريه بوه مش محمد حادر ايه كل الردوة فيك المشهل حادر يا ردوة خلي بالك شو مغيرت العريس وانا فرق معها في العلم فضل وانا عايزة اقول لها حاجة هو تغيير العريس هنا في المنم ما ليش يعني فيه تأويل الحقيقة ما لهوش اي دلالة ولكن اللي يعنيني في الامر هي وجود العصفور وانا لقيت في الاخر عصفورين وحطتهم في ال ابيض وزرق احمر احمر وزرق ولا ابيض وزرق اسمته احمر تمام ابيض ابيض طب حلوة قوي علشان لو احمر كنت اقول لها حدي فيكو عصف شوية لكن هو فيه اتمام للزواج باذن واحد احد ان شاء الله تعالى لانها كانت لابسة نفس الفستاني اللي كان موجود معاها اصلا في الحقيقة فده هو دلت نفس الخاطب باذن الله تعالى يعني الدنيا هتمشي هتمشي برابا ردو ايمان ناخد اخر تريفهم بقى ايمان بسرعة امي اي يا ردو انا بحبك قوي يلا بسرعة 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 امي يا سميك انا حلمت نحن نخلع دوافر ايدي ورجلي في الحل وانا ما كنتت منجوعة وانا نزلت اي دم اخبارك ايه في الصلاة في ايه في الصلاة اه لأ منتظم والحمد لله طيب عايزيكي حبيبة قلبي ما دام صوابع ايديكي ورجليكي تلتزمي بالسنن تلتزمي كده الفروض تمامها تلتزمي بالسنن بتاعتك لان كده يا ردو احنا عارفين ان الفروض بتاعتنا خمسة ما يزيد عليها هي الصنن فكانت الدوافر بتاعت صوابع اليدين والرجلين الزيادة فعلشان كده هي لازم تلتزم بالسنن ان شاء الله باذن الله وربنا يتقبل منه باذن الله وعايزي لكم الحاجة التانية كمان هو طبعا لدعاية اسلامية ولا بتاعها مشواري وكده بسعايزي لكم على سر الحياة بالنسبة لي غير طبعا الفروض سر الحياة بالنسبة لي في الاستغفار نمرة واحد استغفار غير انه هو بيشيل زنوب من علينا كمان هو بيجيب كم رزق انتوا عمركم هتخالو صدقة صدقة كمان مهمة جدا حاولي طول وقت وانا مش دعاية اسلامية ولا مطلوب من يقولي الكلام ده في البرنامج ولا ناشيخة وعلى قدي جدا في الفهم لكن كل انا بقول الوقت هيوانا بنقل تجربة شخصية واحدة الله يبارك في عمرها ويبارك لها في يوم الايام نصحتني بيها وانا من يوم ما عملتها وانا حالي ببدل وحالي بقى غير حالي بعد الفروض اللي انت بتعمليها تعودي دايما يكون في شنطتك حتى لو شنطة صغيرة سبحة وسبحة شكلها حلو يعني انا عندي سبحة بتاعت سبحة ملونة سبحة شكلها واك وديتلي سلمة واحدة ملونة زي بالزبط عشان لما تسبحي بيها تكون عينك مبسوطة الاستغفار قد ايه غير انه بيشيل زنوب بيرايح الاستغفار قد ايه غير انه بيشيل زنوب وبيريح بيجيك فلوس انتي عمرك ما هتتخيالي جاتلك منين حاجة سحر زيها زي الصدقة فانا بس بقولكوا انه دي نصيحة الوجه اللي تعالى لا استعملها تماما مش هستعملها تماما بستغيارة حياتي بقى لها سنتين ونص أو تلاتة لما بد دومي على ده الموضوع بيختلف تماما نورتنا شهر زاد الأحلام ونورتي العالم وان شاء الله مارك جانا اتكلم في الألوان قلي بالك على نفسك حبيها طلعيها وبسيها طب طبيعيها احضنيها شانتي اهلا حاجة حصلت في الدنيا شوفكم ان شاء الله بكرة حلقة جديدة ساعة ستة من هي ورس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة